ايضا معالي ابو عمر تغريدة غردت فيها معالي وزير الداخلية ناصر جودة لما قال من شكك بتماسك الاردنيين الجواب امامه ومن كان يتساءل عن هوية العدو فالصورة امامه ومن كان يشكك بانها ليست حربنا اقتنع تعليق من معاليك الله يصبحكم بالخير انا والله بدي اكمل من حيث انتهى اخوي العزيز الدكتور ماندوح الحقيقة هذه حربنا ونظرية علي بن ابي طالب اغزوهم قبل ان يغزوكم فما غزي قوم في عقر دارهم الا ذلوا هذه حربنا هذه فئة مارقة من تاريخنا كما تفضل تتربص بنا وستظل تتربص بنا فجروا الفنادق اللي في الفنادق ما كانوش راكبين اف سكستين راحين يقصفوهم لا يجوا على الابرياء وفجرهم يعني ما بدهم ذا رائع ولا بدهم مبررات النظرية علي بن ابي طالب فيه لها مكافئ موضوعي بالوقت الحاضر اللي هي القتال خارج الاسوار انت في عندك خصم متوقع انه يعني عدو بتطلع له بتعمل وقائياتك حتى ما يدهمك حتى ما يضربك انت ما بتستنى الوحوش والذباع حتى تدخل عليك وبعدين تقاومها لا انت بتخرج لها في حالة استباقية في حالة وقائية حتى تكفى تضمن ان لا تتطور هذه الطغمة وان لا تقوى وان لا تهددك وتؤذيك في التاريخ الاسلامي ايضا الادعاء بانه هدولا بمثلوا الاسلام وظللوا كثير من الشباب بحجة انه بدهم يقيموا دولة الخلافة دولة الخلافة دولة عدل وحق وخير وستسامح الخلفاء الرشدين اربع قتل غيلة واغتيالا ثلاثة من الاربع من الخلفاء الرشدين صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام المبشرين بالجنة قتلهم المتطرفون قتلوا عمر بن الخطاب اعدل الناس قتلوا عثمان بن عفان ذو النورين قتلوا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ثلاثة من ابرز يعني المؤمنين قتلوا بحجة انه هذولا مش مسلمين يعني بدهم مش مش ماشين على القرآن وعلى السن كما يجب فالمتطرفين يجدون دائما مبررات واسباب انا بناشد كل مؤمن وكل مسلم وبقول انه هذا واجبه ان يحمي دينه اسلامنا خطف واسلامنا صورته بشعة جدا في الخارج في اليابان بيقطعوا رأس اليابانيين حال قتلوا واحد وقتلوا اسلامنا في اليابان كله صورة الاسلام في اليابان دمروها وآدوها المعنى انه احنا عنا امن هون عنا امن وما شاء الله علينا هذا الامن له كلفة احنا ما منشوف التفاعلات اللي بتجري تحت السطح اجهزتنا العسكرية والاستخبارية والامنية بتتصرف دائما في حالات خارج الاسوار وبتروح وعندها مصادر معلومات وعندها معلومات بجوز بتغطي على كل المنطقة ولذلك للامن كلفة استشهد طيارنا معاد واستشهاده كان في حالة يعني رفعت وصعد صعودا وازى فيه وصف التل وهزاع المجالي وموفق السلطي وفراس العجلوني وغيرهم من الشهداء الكبار اللي مروا في تاريخنا الامن له كلفة ما منقدر نحصل على امن بالمجان ولذلك هذا الشهيد معاد من ضريبة الامن الاردني راح الى مضان الارهابيين واستشهد هناك دفاعا عن امننا انا ما يعني ما بدى يكون متشائم ايضا فيه خسائر جديدة قادمة لكن يجب ان نحافظ على القتال خارج الاسوار هذه ضريبة الامن اللي مننعم فيه ضريبة لا بد ان تؤدى لا بد ان تؤدها الشعوب ما فيه امن بدون ضريبة ما فيه امن بدون شهداء هذه حقائق التاريخ وحقائق الحياة موسيقى